سبع طرق علشان تعمل عجز من السعرات بتاعتك لحد سبعمية كالوري في اليوم علشان طبعا تخص او تنقص من نسبة الدهون بتاعتك لو انت في مرحلة تنشيب سبع طرق مختلفة هتكلم معك النهاردة عن طرق ازاي تنقص من سعراتك الحرارية بطرق سهلة وبسيطة واسهل ما يكون فمن غير كلام كتير يلا بنا نبتدي في الفيديو طبعا في البداية عايزين نتكلم ان احنا علشان ينزل نسبة الدهون بتاعتنا وعلشان نخس في الوزن لازم ان احنا نعمل عجز من السعرات دي حاجة اساسية واحنا متفقين عليها وعرفين برضو ان العجز من السعرات دوت بيجي من طرقين ياما ان انا بقلل السعرات لدخل جسمي او الكالوريك انتيك او ان انا بعلي من السعرات اللي طلع من جسمي او الكالوريك اكسبنديتشار او اللي هو الانفرق بتاع السعرات يعني بعلم من السعرات دي ازاي او ازاي اقلل من نسبة دهوني عن طريق ان انا اعلي من السعرات اللي طلع من جسمي دوت موضوع الفيديو الجاي فتأكد ان انت مشترك في القناة ونفعل الجرس وخلانا نتكلم دوقتي في السبع طرق السهلة البسيطة اللي تخليني اقلل من السعرات اللي دخل جسمي لحد سبعمائة كالوري في اليوم فاول طريقة معانا انك تبدل الاكل عالي السعرات بالاكل قليل السعرات نفس الاكل انا كده كده هيكل كده كده هتغدى او هفطر ابدل الاكل اللي فيه سعرات عالية باكل اللي فيه سعرات قليلة على سبيل المثال أبدل البطاطس المحمرة اللي بتقمع السندروتشات بصلطة أبدل الأكل المحمرة عموما ممكن أبدله بأكل مشوي أبدل مثلا حتة اللحمة أو حتة الفرخة إن هي تكون محمرة بإن هي تكون مسلوقة الحاجات ديت ممكن أبدل قبة عصير البرتقان ببرتقانة قبة عصير البرتقان فيها حوالي 200-250 كيلوري أما البرتقانة فيها حوالي 40-50 لحد 70 طبعا لحسب الحجم من السعارات فتخيل الفرق هنا عايزين نقول أنت تبدل الأكل اللي فيه سعارات عالية بأكل فيه سعارات أقل ثاني حاجة أنت تختار الأكل اللي أقل فيه التصنيع على سبيل المثال أكل معين أخذه طبيعي كده من الأرض على طول ولا أنه يدخل في مراحلة تصنيع طب أكل دخل في مراحلة تصنيع واحدة ولا دخل في أكتر من مراحلة تصنيع يعني مثلا البطاطس لما أكل بطاطس مسلوقة كده على طول فأنا أخذت البطاطس بعد قدر لا من الأرض على طول لكن ان هي تكون دخلة في منتج معين او دخلة في مراحلة تصنيع بيتضاف عليها مواد حفظة ويتضاف عليها مواد تخليها تقعد على رف السنوات فدية كلها بتبقى فيها سعارات اضافية طبعا هنا دي كده دخلت في اكتر من مراحلة تصنيع لان اول مراحلة تصنيع هو ان انا خدتها حولتها مثلا لبطاطس محمرة او ايا انتين طبعا ضافوا عليها بعد كده في مراحلة تانية الحاجات زي ما بقولك المواد الحفظة والكلام ده كله فدية كلها غير انها بتضيف سعارات حيارية ازيد للمنتج كمان بتبقى مش قلطف حاجة ومش قفية حاجة للجسم من ناحية الصحة طيب انا يا سيدي باكل برا وماقدرش ان انا ابديل اكل باكل طبيعي او الاكل المصنع يعني ماقدرش ان ابدله باكل طبيعي طيب هقولك قلل عدد المرات اللي بتتعرض فيها لاكل مصنع يعني بدل ما باكل مرة كل يوم اكل مصنع برا مثلا لا اختار مثلا تلات يام في الاسبوع دول ان انا مش عرف ااخد فيهم اكل معي من البيت ونرايح شغلي ونرايح جمعيتي ونرايح مدرستي فهاكل في التلات يام دول اكل برا مصنع اوكي لكن ااخد معي التلات يام التانيين اكل من البيت طب انا مسلا باكل مراتين في اليوم يبقى خليها مرة واحدة طب انا بطلع مع الزميلي كل مسلا اسبوع بخرج خروجة ناكل اكل مصنع واكل اكل كل اسبوعين بدل ما تكون مرة كل اسبوع كل دي عوامل بتأثر على صحتك في المقام الاول تاني حاجة بتساعدك على ان انت تقلل من صعراتك الحيارية ادخل جسمك على مدار اليوم الواحد تالت طريقة معانا ان احنا نعمل انكوبريتنج او ندخل معانا في الاكل بتاعنا اطعمة فيها فيبر عالي او فيها الياف عالية يعني على سبيل المثال دخل في طعامك الخضروات كلها دخل في اكلك الفواكه دخل في اكلك الاكل بالالياف بتاعته يعني زي ما قلنا في بداية الفيديو مسلا عصير برطقان بيصل سعراته لمتين متين وخمسين ممكن تلتمائة سعرة على عكس ان البرطقانة سعراتها من خمسين لسبعين مسلا الابل جوز او عصير التفاح على عكس التفاحة كل دي ايه الفكرة او ايه الكنسبت هنا ان انت هنا بتدخل الاكل وان كان فيه سكر طبيعي وان كان هيرفع برجل كوز بتاعك او معدل سكر الدم بتاعك لكن الفايبر والالياف اللي فيه بتخليه يرفع من معدل سكر الدم بتاعك بصورة جراديولي او بصورة متدرجة وفي نفس الوقت ما يعملش انسولين كرياش او ما ينزلش سكر الدم مرة واحدة فتحس بجوع بعديها او تحس بنهم بعديها فالحاول تدخل الاكل اللي فيه الياف عالية مثلا الحبوب الكاملة مثلا لو هيكل مثلا خبز يبقى الخبز البلد يمشي الخبز الابيض لو هيكل مثلا هجيب فينو يبقى جيب فينو بني اللي هو بقى معمول بدقيق كامل المشي الفينو الابيض ماشي يعني كل الحاجات دي تحاول تدخل الاكل الكامل اكتر او الحبوب الكاملة اكتر الاكل اللي قريب من الطبيعي اكتر لان كل ما الاكل بتعمله او كل ما الاكل بيشيله منه الالياف اللي فيه تتصور كده بيحطه ايه مكان الالياف دي عشان يوازن الاكل بيحط سكر بالزبط كده السكر اللي هو بيضيفه بيسميه طبعا زي ما اتكلمنا في فيديو قبل كده دوت هيضيف عندك سعرات من غير ما يضيفه عندك كيمة غذائية لكن هو بيضيفه علشان يحسن من الاكل او عشان يحسن من الطعم طبعا دوت علشان هو شال الفايبر اللي فيه او شال الدهون اللي فيه طبعا الكلام اللي انا بتكلم فيه دلوقتي دوت بالنسبة لحد عايز ياخد يعني مش دي اول مرحلة ان انت تعملها اول مرحلة انت تعملها ان انت تقلل من سعراتك الحيارية عموما تقلل من سعراتك الحيارية بسرعة عامة تمام لكن دي طرق ازاي تقلل من سعراتك الحيارية فيها طرق سيمبل وبسيطة واي حد يعملها وفيها طرق محتاجة انك تركز لان انت بتاكل ايه رابع طريقة معنا وهو الاختيار الاختيار بين الليم بروتين وبين الفات بروتين هنا احنا بنتكلم على الليم بروتين وفات بروتين اللي اتنين ممكن يكونوا اكل صحي على فكرة لكن الفكرة هنا في الكالوريز اللي مجودة في الاكل انا هنا واحد عايز اقل في السعرات بتاعتي عايز اعمل فات او عايز اقلل من نسبة الفات عندي عايز مثلا طالع على مصرح او بعمل او مثلا انا واحد تخينه عايز اقلل في وزني كل ديات عوامل بتخليني في بعض الاحوال اتجه للأكل اللي هو اقل شوية في الصحة لكن هيوصلني للهدف بتاعي وللجول اللي انا عايزه واحد تاني مايهموش انه هو يزيد في الوزن شوية لكن عايز صحته يكون افضل او واحد رفاية اصلا وبيزيد في الوزن فهي هنقوله كل الفات بروتين يعني البروتين اللي بيكون معاه بعض الدهون يعني مسلا زي الفرخة بالجلدة بتاعتها او مسلا زي اللحمة نهاية تكون لحمة ملبسة او الحاجات دي كلها البرد مسلا كامل دي كلها مصادر للبروتين لكن معاها فات او معاها دهون لكن احنا بنتكلم عن انت تاخد لين بروتين او بروتين نقي دوت بيعلى عندك من او تأثير الحراري لهضم البروتين لان البروتين بتاع كل ما هيكون نقي اكتر كده كده البروتين اعلى حاجة بتحرق سعرات وهي بتترضم تمام اعلى مكون من مكونات الغذائية بيحرق سعرات وهو بترضم لكن انت ما تدخله لين او تدخله بدون دهون دوت هيقلل من وقت هيقلل من وقت الحرق بتاعه شوية او هيقلل من وقت هضم شوية لكنه هيوفر معاك سعرات زي ما قلنا دي كلها طرق علشان توفر من السعرات اللي دخل جسمك علشان تفقد دهون او تخس شوية خامش طريقة معانا وهي انك او المشروبات عالية اصطاقة او عالية السعرات بمشروبات قليلة السعرات وطبعا مش هنلاقي مشروبات قليلة السعرات اكتر من المياه وكمان هقول لك على تيب في فيديو قادم تخلي الميا زي نفسها اللي انت بتشبع تحرق معاك سعرات اكتر ازاي دوت هنعرفه في فيديو قادم ان شاء الله الميا بتبدلها بدل العصاير اللي مليانة سكر بدل السوداء او بدل الحاجة الساعة طب انا عايز اشرب حاجة ساعة او معزوم برا اعمل ايه خد ضايت سوداء او خد الحاجة الساعة اللي هي زيرو سكر او زيرو سعرات حيارية ده كله هيوفر معاك سعرات انت ممكن تقول لي عم ياجاتي عالى دي ايوه دي على دي على دي انا بقول لك على طرق لان انت تقليل من الساعات علية دخلة جسمك كل ما اتطبق اكتر من طريقة من الطرق اللي بقولك عليها دي كل ما يكون كمية الساعات اللي انت بتوفارها اكتر في الجسم ياخد الساعات ديت من الجسم او من الدهون المتخزين عنده فتخص دهون اكتر واسرع سادس طريقة معانا انت تعمل تحديد او تعمل بتاعت الميل او لتردد وجه اكلك او عدد مرات اللي انت بتاكلها او عدد الوجبات اللي انت بتاكلها. تحدد من الموضوع دوت. انا هضرب لك دلوقتي المسال هيوضح لك الدنيا بصورة جمدة جدا. احنا عملين نقلل من كل وجبة حوالي مسلا متين كالوري تلتميت كالوري وهكزا. يعني بتقلل مسلا من الوجبة اللي هي بتاعت الغده فبدل ما وشمعها حاجة ساعة هشم معها ضاية صودة فانا ايه شلتها حوالي مئة خمسين متين كالوري. بقلل مسلا من وجبة الفطار بدل ما اخد فات بروتين فيها باخد ليمت بروتين. فبقلل بشل مسلا منها مية مئة وخمسين كالوري. بقلل مسلا من وجبة وهكزا بنحاول نقلل من كل وجبة شوية. طب تخيل معايا لو الوجبة اللي هي فيها من ستمائة لالف كالوري حزفتها تماما. هنا انت جبت حاجة قوية جدا. ان انت تعمل بتاعت الوجبات بتاعتك او تعمل تحديد لعدد وجباتك. انت هنا ما بتحزف وجبة كاملة بتقدم عاك لي فقدان سعرات حرية اكتر بكتير من ان انت تشيل حتة ولا حتة ولا حاجة من هنا ولا تبدل حاجة بحاجة اكثر صحة. فهنا احنا بنتكلم على ان انت تقلل عدد الوجبات بدل ما بتاكل خمس وجبات خليهم اربعة. بدل ما بتاكل اربعة خليهم تلاتة بدل تلاتة خليهم اتنين. ودوت كله يعني من ناحية الصحة هيدي فواية كتيرة جدا. هيدي ارسار ايجابية كويسة جدا. ومن ناحية التخصيص او من ناحية فقدان الدهون هيدي معاك نتائج كويسة جدا. لكن انا عايز انبه هنا الى ان انت لو انت اصلا متعود على الوجبات القليلة مسلا متعود اصلا انت تاكل وجبة واحدة في اليوم او تاكل وجبتين في اليوم وفي نفس الوقت وزنك زيت. ففي الحالة ديت الطريقة ديت مش ليك بل بالعكس الطريقة ديت هتقدم معاك لنتائج عكسية. انت في الحالة ديت محتاج انك تزود عدد وجباتك لكن تقسم الاكل بتاعك على عدد وجبات اكتر. يعني مش تزود وجبات ابوكية. لا انا هاكل نفس كمية الاكل اللي باكلها ونفس السعرات اللي باكلها لكن اوزعها على عدد وجبات اكدر علشان زي ما قلتلك في فيديو قادم عن بعض فيه ان انت ازاي تقلل من سعراتك وانت على نفس الضيط او على نفس اللي انت تدخدها نفس السعرات اللي دخل جسمك ازاي تقلل من السعرات اللي دخل جسمك وانت بتاكل نفس السعرات. هتقول ازاي دوت موضوع فيديو الواحده هنتكلم فيه فيما بعد ان شاء الله. طيب خلينا دهوقتي نخش على اخر او اخر طريق معنا وهي الطريقة السبعة لتقليل الصعارات الحرارية اللي دخلت جسمك على مدار اليوم وهو ان انت الكمية بتاعة الاكل تحددها. طبعا الطريقة اللي حفاتل انك تحدد عدد الوجبات. انا هنا بتكلم نفسي عدد الوجبات لكن بحدد كمية الاكل اللي موجودة في الطبق بتاعي. طيب هتقول لي ازاي? ممكن اقول لك حدد الطبق ذات نفسه بدل ما بتاكل في طبق قد كده وتغريف في الطبق قد كده مسلا نغز لا خليه طبق اصغر شوية فانت هنا عملت تحديد لكمية الاكل اللي تحطط قدامك. بدل ما باكل في طبق قد كده المرارة اللي بعدها خليه طبق اصغر. وهكذا وهكذا. كل ما قلل حجم الطبق كل ما طبيعي ان انا هقلل الكمية الاكلة المحتوطة جواه. طبعا يعني بما انك بتغريف بطريقة صحيحة يعني ماشي. مش تقلل حجم الطبق والتعليل فوق. تمام? طيب هنا كل ما بقلل حجم الطبق كل ما بقلل كمية الاكلة المحتوطة جواه فبتالي باكل كمية اكل اقل بدون محس. هتقول لي يعني ايه بدون محس? هقولك يعني انت مسلا شخص متعود انت تمسح الطبقة. متعود انت تفضيه خالص وتنفس فيه السنة. حلوة يا باشي يعني انا مش هقولك مسلا سيب معلقتين في الطبقة ولا سيب تلاتة. لأ انت قلل حجم الطبقة ذات نفسه. الوعاء بتاعك اللي انت بتاكل فيه اصلا قلله ذات نفسه. فبالتالي انت هنا هتاكل الطبقة كله برضو لكن الطبقة نفسه اقل فالكمية اللي موجودة جواهه اقل فالكمية اللي انت كانتها اقل فبيساوي فقدان دهون اكتر لانه ساوي قبليها فقدان كالوريز اكتر تمام? بس كده دي كان سبع طرق مصبتة علميا ان هي بتساعدك في تقليل الدهون اللي في جسمك. بتساعدك في تقليل الدهون اللي في جسمك ازاي? عن طريق النهية بتساعدك في ان انت تعمل عجز اكبر شوية من السعرات الحرية. طبعا السبع طرق دول ممكن يتطبقوا كلهم مع بعض في وقت واحد. طبعا انت هنا بتتكلم اطبق ايه ولا ايه ولا ايه? اقول لك اكتبهم وكل طريقة تقدر تطبقها اطبقها. لان انت كل ما دخلت اكتر من طريقة في روتينك اليومي كل ما تفقد سعرات اكتر او كل ما هيبقى العجز بتاعك اكبر فكل ما تفقد دهون اكتر واسرع. تمام? وزي ما بقلتلك فيها طوق تنفع جدا للنحية الصحية زي مسلا ان انت تقلي عدد الوجبات. وفيها طوق ما تنفعش لي واحد تاني زي بوضع عدد الوجبات او ما تنفعش للنحية الصحية زي مسلا انك تشرب ضاية صودة. طبعا احنا كنا نتكلمنا كتير قبل كده على ان مش كل ما ينفع لتخصيص الوزن هو حاجة صحية. وفي نفس الوقت مش كل ما هو حاجة صحية ينفع لتخصيص الوزن. يعني مسلا الطمن المقصرات دي كلها حاجات صحية لكن ما تنفعش في تخصيص الوزن او ما تنفعش في تقليل نسبة الدمون بتاعك جسمك ان انت تتكن منها كميات يعني كويس او كميات كبيرة يعني الموضوع دوت اظن ان هو واضح جدا لان احنا بتكلمنا عنه في كذا فيديو هنا على القناة ولو مش واضح اكتب لي تحت في التعليقات ونعمل فيديو بالتفصيل عن الجملة دي بس فيديو بالتفصيل عن الجملة دي بس اللي هو مش كل ما هو للتخصيص ينفع انه هو يكون للصحة او لصحة افضل ومش كل ما فقدان الوزن اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله وما توفيق الا بالله عليه توكلته عليه ان يب سلام عليكم